وزارة الصحة أنه بالإمكان الآن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا بعد مضي ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة الثانية يأتي ذلك فيما تجاوز عدد الجرعات المعطى من اللقاحات المضادة لكورونا حاجز 48 مليون و 400 ألف جرعة حيث بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 22 مليون و 940 ألف شخص فيما بلغ عدد متلقي الجرعة التنشيطية 587 ألفا و 809 أشخاص معنا مباشرة من مركز اللقاحات بجدة مرسلنا خالد ربيع خالد أهلا وسهلا بك معنا كيف ترصد لنا الإقبال على المركز الذي تتواجد به الآن لأخذ جرعات اللقاح والجرعات التنشيطية بداية أرحب فيك حسن أرحب بجميع مشاهدين نشرة النهار وقناة الإخبارية نحن نتواجد الآن في مركز اللقاحات بمطار الملك عبد العزيز بصالة الجنوبية بمحافظة جدة لو نتحدث عن الإقبال هنا حسن هنا الإقبال يعتبر جيد نوعا ما حيث بلغ عدد المستفيدين حتى هذه اللحظة قرابة 1600 مستفيد طبعا حسن كما أعلنت وزارة الصحة أن الفترة الزمنية ما بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة هي ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر ويتوقع مركز اللقاحات خلال الفترة القادمة الإقبال الكفيف بعد قرار وزارة الصحة هنا في مركز اللقاحات بمطار الملك عبد العزيز والذي يعمل على مدارة الأربعة والعشرين ساعة هناك يعني تواجد لكبار السن تواجد لفئة الشباب أيضا تواجد للفئة العمرية من 12 سنة وحتى 18 سنة بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من المقيمين في هذا المركز جميع مراكز اللقاحات في محافظة جدة لازالت تعمل من ضمن هذا المركز الرئيسي ومركز جدة للمعارض بالإضافة إلى المراكز المتواجدة في الأحياء وبالتحديد في المراكز الصحية طبعا أكد لنا مدير مركز اللقاحات بمطار الملك عبد العزيز أن خلال الفترة القادمة القليلة سوف تعطى الجرعة للفئة العمرية من خمس سنوات وما فوق خلال الفترة القادمة وذلك ضمن التوجيهات التي أصدرتها وزارة الصحة لو زميري المصور عبد الله يعطينا الصورة على مدخل مركز اللقاحات يعني هناك توافد من المواطنين وأيضا توافد من المقيمين إلى هذا المركز ليس بالكثافة ولكن نتوقع بعد قرار وزارة الصحة خلال الأيام القادمة يكون هناك كثافة كبيرة من المقبلين على هذا المركز بالإضافة إلى المراكز الأخرى المنتشرة في محافظة جدة وزارة الصحة ومراكز اللقاحات يقومون بدورهم ولكن الدور المهم هو على المواطن والمقيم بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لأن الوقاية خير من العلاج يعني نشاهد هناك تهاون من البعض بالإجراءات الاحترازية وهذا سبب في ارتفاع الحالات في المملكة العربية السعودية يعني خلال الفترة الماضية كنا نشاهد الحالات لا تفوق الخمسين حالة اليوم كسرنا حاجزة المئة حالة وهذا بسبب التهاون ببعض الإجراءات الاحترازية يعني ندعو جميع من يشاهدنا على شاشة قلات الإخبارية باتخاذ أو اتباع الإجراءات الاحترازية وهي الاتداء الكمامة التباعد الجسدي بالإضافة إلى أخذ الجرعات الخاصة بفيروس كورونا خالد ربيع مرسلنا من أحد مراكز اللقاحات بجدة شكرا جزيلا